موسيقى احنا بقى لنا سنتين بالنظم معرض كرافيتي المنتجات موجودة كلها مصرية من كل مكان في مصر والحرفيين بيكونوا سعداء لان هما بيفضلوا يشتغلوا للمنتجات ويصنعوها وعشان ييجوا يباقوها هنا في معرض كرافيتي في نفس الوقت هو بيكون فرصة جميلة للزوار ان هما ييجوا يقضوا يوم جميل مع عائلتهم ويتفرجوا على المنتجات المصرية الجميلة موسيقى على فكرة كل حاجة انا لابساها النهاردة وشيلاها معي نهاردة جيت معرض يلم الحرفيين من كل مصر من الصحراء من الجبل من الشمائل من البحر من الجنون عشان نشوف شغلهم الجميلة وعندي ليكم فكرة حلوة قويل تعالوا نتفرج على المعرض موسيقى موسيقى في العيلة وكل العيلة أو حتى في الشغل بنعمل سيكرت سانتا مثلا منو حاجات كده رمزية فان بدل ما روح اجري على المال وابتدي ادور على هدايا وتلبخ لا ليه ما جيبش الحرف اليدوية الجميلة وده الثيم السنادي موسيقى ده بقى الشغل السيوي مفيش ستة في سيوة معندهاش الشال ده وده على فكرة الوان البلح يعني درجات البلح لما مثلا بيبتدي احمر وبعدين اصفر وبعدين اسود لو بصينا على الجلاليل دي بصوا الشغل بصوا الشغل الفضيع ده دي البنات بيقعدوا يشتغلوها من وهم صغيرين سنة ورا سنة لحد ما تكبر وتتجوز بيها كل الناقش اللي موجود ده كان لغة هديمة منخرجت ما بقوش بيعرفوا يقروها بس لسه عارفين ازاي ينقشوها على القماش ده شال قيم جدا جدا حيروح كدو لحد مهم جدا جدا غالبا ممت ده بقى الفخار بتاع الفيوم سا اه قرية تونس الفيوم انت اللي بتعمليه اه انا مش عغلي ده ورشي تنوى ده كله يدوي معمول يدوي اه كلها ندميد احنا منه بدرا واحنا اللي بنبدأ نسعى نحن وانتو بتلونوها يدوي كل حاجة بتبقى يدوي نشتغلها وبعدين بنبدأ نخف وزنها وبعدين بنبدأ ندي الخلفية اللي هي البيضة دي وبعدين بنبدأ نرسل طب سؤال أقدر أغسلها تقدر تبسلها دي محرقة على ضربة حرار 1200 صحية جدا تدخل غسلية أطباق وليت بيكور وتستحمل حاجات سخنة جدا هاخد مجين ده الحلو إنه هم هانميد فبرضه بتحسوا باختلاف إنه كل واحد له شكله اختلاف في البون شوية والحجم جمال أنا هاخد لتين دون ده حيروح كدول حد اتنين مجز حلوين الكابل I think قوليلي انت منين من حلايب وشلاتين حلايب وشلاتين يا وقايبالنا بقى شغلكم الجميل ده ده شغل مختلف خالص بصوا بصوا الشنطة حلوة ازاي وده مين اللي بيشتغل الحاجات دي ده هي مجموعة السجدات فيه سجدات بتعمل الخص بالحرير في الفوس بالجلد برضو كم حج كم سجد بيشتغل معانا مية واربعين ستة وبين في روح البحر كده في صدف وفي بصوا الحلق ده ده جميلة بصوا حلوة ازايزة اوي انا حاخد دول اكيد ده ايدنا شجر ده جرع ارع في الجدادنا الكبار الستات كل ستة اللي موجودة معاها من قيام ومن خطة فيها العطور وزيوت الحاجة بتاعتها هي بتفوح من برا عشان بتفوح العطر يعني لأنا لو حطيت فيها عطر وعلقتها في البيت بتفوح تفوح بيش انا بقى حاخد الحاجة دي عشان أنا انت حسست حسستيني الماء غالية جداً في حد حيجيله الكادو ده في كريسمس فواحة يقدر يعلقها في البيت ويتطلع له رياح حلوة أو يمكن انا اخليها باية السنة دي مش هجيب هدايا لحد إلا حاجة يدوية مصرية صميمة لأن الحاجات دي تنخرد وفي إنا احنا ان احنا نعيشها بس للأسف احنا نروح نجري على المول ونجيب حاجات من برا بدل من نفضل معايشين حرفنا الجنة ترجمة نانسي قنقر